رغم الحملات التحسيسية وتوعية التي تقوم بها مختلف المصالح ومن بينها المصالح الأمنية لأن إرهاب الطرقات للأسف لا يزال يحصد أرواح الأبرياء بإعداد هائلة حيث تسبب حادث مرور في مقتل شخص يبلغ من العمر 22 سنة وأصيب أيضا أربعة آخرين تراحوا عمرهما بين 23 إلى 44 سنة وصيبوا بجروح في استدام سيرتين على مستوى منعرج كاب فالكون في دائرة عيدة ترك بوهران حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل المصابين إلى مستشفى مجبر ثاني بعين ترك في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد منابسات هذا الحادث كما لقي أيضا شاب في الأربعانيات من العمر خطفه بعض ما دهسته سيارة من نوع إكسبار أيضا بالقرب من المحور الدوراني بالجايد ببير الجير تم تخويل الجثة من قبل عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة طيبة شرعية تابعة لمستشفى أول نوفمبر